ستدرسون في هذا الفيديو موضوعا أكثر تعقيدا بقليل بخصوص الألكنات أمامكم الآن مركب قد لا يمر معكم كثيرا إنها سلسلة وهي تبدو بهذا الشكل والآن كما تعلمتم في جميع الأمثلة السابقة ابدأوا أولا بإيجاد أطول سلسلة في المركب ابدأوا العد من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لا جربوا من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لا هذه أيضا ليست أطول سلسلة لعلها تكون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تماما هذه أطول سلسلة في المركب لونوها بالأخضر السلسلة الأطول في هذا المركب تتكون من عشر ذرات كربون وبالتالي يحمل اسمها المقطع ديك وهي من الالكنات أيضا لأنها تتألف من روابط أحادية فقط أي أن اسمها هو ديكان كما أنها تملك مجموعة وظيفية هنا وهذه المجموعة مؤلفة من ذرتين كربون مرتبطتين مع السلسلة الرئيسية ولأنهما ذرتان فهما يحملان المقطع إيث فهي مجموعة إيثيل والياء واللام في نهاية إيثيل تعني أنها مجموعة مرتبطة بسلسلة الألكان الرئيسية والمركب ككل يسمى إيثيل ديكان لكن يجب تحديد مكان ارتباط مجموعة الإيثيل في المركب وإعطائها أقل رقم ممكن لفعل ذلك ابدأوا العد من الجهة الأقرب إليها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وبهذا يكون الاسم الكامل هو خمسة إيثيل ديكان والآن لنأخذ مثالا آخر لنفس المركب السابق لكن مع تعديل طفيف دعوني أضيف مجموعة إيثيل أخرى هنا هكذا ما اسم المركب الآن؟ ما تزال السلسلة الأطول في المسلسل هي تلك الملونة بالأخضر وهو أيضا مركب ديكان لكن الآن أصبح هناك مجموعتاء إيثيل واحدة على ذرة الكربون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة والثانية على ذرة الكربون رقم ستة ربما ترغبون بتسميته خمسة إيثيل ستة إيثيل ديكان وهذا قد يكون صحيحا لكنه اسم طويل أكثر من اللازم وبدلا من ذلك يمكن تسميته خمسة فاصلة ستة ثنائي إيثيل ديكان والرقمان خمسة وستة هما رقمان ذرتين الكربون التي تحملان مجموعتين الإيثيل بينما المقطع ثنائي يعني وجود مجموعتين إثنيتين من الإيثيل وتذكروا أنهما مجموعتاء إيثيل وليس إيثان وهما موجودتان هنا وهنا